طلاب المرحلة الابتدائية مرحبا بكم معايا في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف منهجنا بتاع الصف الرابع والخامس والسالس الابتدائي اللي ان شاء الله هتمتحنوه في شهر أبريل هنبتلي مع بعض بالصف الرابع الابتدائي عندنا في اللغة العربية يا ولاد ان شاء الله تابع الوحدة الأولى إني رأيت نملة إني رأيت نملة ده او الدرس اللي حيبقى من الوحدة الأولى ان شاء الله الوحدة الثانية عندنا الدرس الأول رحلة إلى القمر الدرس الثاني أمنية هناء الدرس الثالث نور القمر الدرس الرابع هناء على سطح القمر ده بالنسبة للدروس اللغة العربية نيجي للنحو عندنا أول درس الجمع ثاني درس مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيثا يعني لو الفعل مذكر يبقى الفاعل زيه ولو الفعل مؤنث يبقى الفاعل مؤنث زيه نيجي بعد كده للغة الإنجليزية عندكم إن شاء الله وحدتين unit 9 and unit 10 ننتقل لمادة العلوم عندنا في الوحدة الأولى الدرس الثالث وهو الخلية وطبعا الأنشطة أو الأسئلة اللي حتكون عليه الدرس الرابع أهمية ضوء الشمس وبرضو الأسئلة والأجوبة بتاعته ننتقل لمادة الدراسات الاجتماعية أولا الجغرافيا بالنسبة للوحدة الأولى عندنا يا أولاد درس اتنين اللي هو بعنوان التعدين والصناعة والتجارة عندنا برضو الدرس الثالث السياحة في بلدي الدرس الثالث السياحة في بلدي السياحة في بلدي بعد كده يا أولاد بالنسبة للتاريخ عندنا الوحدة الثالثة الدرس الثالث بعنوان شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة ننتقل للوحدة الرابعة الدرس الأول نظام الحكم الدرس الثاني الحياة الدينية بعد كده مادة الرياضيات تابع الوحدة الأولى اللي هو درس الدرس الخامس العمليات الحسابية على الأعداد العشرية بعد كده يا أولاد الدرس السادس التقريب ننتقل للوحدة الثانية الهندسة الوحدة الثانية في الهندسة عندنا الدرس الأول يا أولاد التطابق الدرس الثاني الأشكال المتماثلة الدرس الثالث الأنماط نيجي للوحدة الثالثة الدرس الأول القياس والدرس الثاني اللي بعنوان الوزن والدرس الثالث وهو آخر درس في الشهر ده إن شاء الله في مادة الرياضيات بعنوان الوقت ننتقل لمنهج أبريل للصف الخامس الابتدائي نبتدي باللغة العربية عندنا يا أولاد تابع الوحدة الأولى عندنا نجيب محفوظ والدرس الثاني نشيد نحب مصر الوحدة الثانية عندنا الرياضة والتسامح الدرس الثاني عندنا دعوة للحب والتواصل وهو حديث شريف الدرس الثالث عندنا مصر وهي الدنيا بعد كده نيجي للنحو عندكم إن شاء الله درسين المفعول لأجله والمفعول المطلق بعد كده بالنسبة لقصة مغامرات في أعماق البحار عندنا يا أولاد الفصل الخامس ننتقل لمادة العلوم عندنا الوحدة الثانية وهي طبعا مكونة من درسين زي ما احنا عارفين الجهاز الدوري والدوران وتاني درس الإخراب في الإنسان ننتقل لمادة الرياضيات عندنا تابع الوحدة الأولى الدرس الرابع وهو العمليات على الأعداد الطبيعية الدرس الخامس الأنماط العددية الوحدة الثانية عندنا تلت دروس زي ما احنا شايفين طبعا الدرس الأول التعبيرات الرياضية الدرس الثاني الثابت والمتغير الدرس الثالث المعادلات نيجي للوحدة الثالثة عندنا الدرس الثالث وهو مساحة المربع بمعلومية طولي قطريه والدرس الرابع مساحة المعين بمعلومية طولي قطريه والدرس الخامس محيط الدائرة ننتقل لمنهج اللغة الإنجليزية عندكم وحدتين unit 9 and unit 10 نيجي للدراسات الاجتماعية يا أولاد عندنا في الوحدة الأولى الدرس الثاني وهو أنواع السياحة في مصر والوحدة الثالثة ده بالنسبة طبعا للجغرافيا الوحدة الثالثة بالنسبة للتاريخ عندنا الدرس الأول أحمد بن طولون ومحمد بن طاج الدرس الثاني المعز لدين الله الفاطمي وبكده انتهى المنهج المقرر على الصف الخامس الابتدائي نيجي بعد كده لمنهج الصف السادس الابتدائي بالنسبة لشهر أبريل اللغة العربية في الوحدة الأولى عندكم درس في رحاب الإنسانية الوحدة الثانية عندكم الدرس الأول في منتصف الطريق والدرس الثاني الصديقان وكعكة السكر والدرس الثالث أيام الطفولة نيجي للوحدة الثالثة دعنا نتحاور يبقى عندنا درس واحد بالنسبة للوحدة الثالثة ننتقل بعد كده للنحو عندنا درسين أول درس إعراب الفعل المضارع والدرس الثاني الأفعال الخامسة والدرس الثالث بالنسبة للنحو برضو المعرفة والنكرة أو النكرة والمعرفة أما بالنسبة للقصة علي مبارك فالمقرر إن شاء الله لشهر أبريل هو الفصل السادست ننتقل بعد كده للغة الإنجليزية عندنا وحدتين يونيت 8 and يونيت 9 بعد كده يا ولاد مادة العلوم عندكم إن شاء الله الوحدة الثانية الدرس الأول بعنوان المصابيح الكهربية الدرس الثاني أخطار الكهرباء وكيفية التعامل معها نيجي بعد كده للدراسات عندنا تابع الوحدة الأولى أو بقيت الوحدة الأولى بالنسبة لمادة الجغرافية فالدرس الثالث عندنا هو المقرر بداية من الدرس الثالث الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية بعد كده الوحدة الثانية الدرس الأول بعنوان الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية في مصر بعد كده يا أولاد التاريخ تابع الوحدة الثالثة الدرس الثاني من الوحدة الثالثة اللي بعنوان ثورة 1919 والوحدة الرابعة الدرس الأول بعنوان ثورة 23 يوليو 1952 ننتقل لمادة الرياضيات تابع الوحدة الأولى عندكم من الوحدة الأولى إن شاء الله الدرس الخامس بعنوان الضرب المتكرر والدرس السادس بعنوان الأنماط بعد كده تابع الوحدة الثالثة عندكم الدرس الثالث مساحة الدائرة والدرس الرابعة المساحة الجانبية والكلية للمكعب ومتوازل مستطيلات وبكده يا أولاد أنهينا توزيع المناهج بالنسبة للمرحلة الابتدائية للشهر الرابع أو للشهر أبريل بعناوين الموضوعات وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته